اشتركوا في القناة الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز صدق الله العلي العظيم السادة الأجلاء الأعزاء سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته كل صباح يستفيق العالم على جرائم جديدة تضاف الى سجل جرائم الكيان الصهوني الغاصب كل صباح تتناهى الى مسامعنا صلقات الاطفال وانين التكالى وهي ترتقي الى بارئها وهذا العالم ما بين صامت ومتخاذل يصمت عن كل هذه الجرائم بدواعي وذرائع مختلفة لكن ان شاء الله هناك فتية آمن بأن النصر قادم بإذن الله سادتي وأحبتي نصرة وتعزيزا لموقف الشعب الفلسطيني المقاوم يقيم تحاد الأدباء في النجف الأشرف مهرجانا شعريا نصرة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وانتفاضته المباركة طفان الأقصى بمشاركة نخبة وكوكبة من شعراء المحافظة محافظة النجف الأشرف هذه المدينة التي لن ولم تتخلى عن نبرتها الإنسانية في إرسال صوتها في قضايا الأمة فأتني أن أرحب بضيوفنا الأعزاء الأستاذ حميد حلمي وللوفدي المرافق له وهم مسؤول القنصلية الفلسطينية في العراق أو في النجف الأشرف لا أعلم بالضبط أهلا وسهلا ومرحب بكم كما أرحب بكل أسادة الحضور في هذا المهرجان المبارك وهو عربون محبة من شعراء وأدباء النجف إلى الشعب الفلسطيني المقاوم لا بأس أن نبتدئ أولا بضيفنا العزيز الأغر الأستاذ حميد حلمي البغدادي يتفضل لإلقاء مشاركته في هذا المهرجان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعدني ويشرفني أن أكون بمعية أساتذة الكتاب والأدباء وأصحاب القلم والفكر في النجف الأشرف في هذه الأمسية الشعرية لم أكن يعني مهيئا لإلقاء قصيدة لكن من باب تفضل الأخوان علي فإنني أتشرف بإلقاء بعض الأبيات عن حادثة إحراق المسجد الأقصى فلسطين ما زالت مرابعها ثكلة وأحرفنا في جنب محنتها خجلة فلسطين آيات تشعجلية وأكومة الإسراء في قدسها أجلة بها ليلة منها تفيض عجائب حباها العلا طاها وكان بها الأولى فلسطين فلسطين يا أمثولة الوحي والرجاء بيوم سمى خير البرية للأعلى سلام على ربع وأرض طهورة بها قبر إبراهيم والقبلة الأولى بها المهد والراعي وتاريخ نهضة وأم بتول وأم بتول أنجبت قائلا طفلا بها المهد والراعي وتاريخ نهضة وأم بتول أنجبت قائدا طفلا أحاط بها المستغفلون خديعة وقد أنكروا حقا كما أعجزوا سؤلا يريدون دينا يستجيب لمكرهم وأيلولة الآيات ريع من استولى يبيعون تطهير الشعوب بأثمن كأن الهدى العشب للناقة الحبلة سلام على عيسى المسيح ومريم وكل نبوات فدت للهدى الأغلى وقد رمست قبرا هنا ومآثرا هناك ودى التاريخ يستصرخ الأهل سلام على الأقصى الشريف محاصرا بحقد عصابات أغارت فلا أهلا أتوا من أقاص منكرين عقاربا وحلوا بمسرانا ونادوا بها أصلا فلسطين غالتها الأجانب طغمة أشاعت بوادينا الخرائب والدغلى فأمست بوادينا فأمست روابينا مصائد كيدهم وجاءوا بأوغاد أشاعوا بها السلة وبسم رسول الله حاشاه طاهرا يعيثون إفسادا ويربون نا قتلا كأن ليس في الدين الحنيف سماحة وداعش معيار لمن صام أو صلى علوا كما أن اليهود مفاسد توقّد بالنيران الأهاضيب والسهل ألا أيها الأقصى الأسير تحية بيوم غدا فيه الحقود وقد غلى بيوم عدا فيه الحقود وقد غلى فأجج نيرانا بناديك ناظرا أيثأر مقدام ويطرده ركلا ولكن سياس الخيانة أجمع على بلعها علفا مهينا وفي مخلا فلسطين لا لن يستكين مقاوم فثمت ميقات إلى راية الفضل وإن لهيب الحق لابد عائد على غاصب قد أحرق الحرث والنسل ستبقى فلسطين السليبة قبلة لرايات تحرير مسومة عجلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم أحسن 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 شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم